نداء لأصحاب الأملاك قد بلغني شكوا من بعض الناس أن بعض الناس لا يتقل الله عز وجل فيما يعني ينصبه من العقار بما يسمى بالشقق المفروشة فيدخل فيها من هب ودب وتنتشر الفاحشة والله يقول في كتابه الله يقول في كتابه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الله يقول في كتابه والذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتل نفسه التي يحرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة وضاعف لو العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة فما يجوز التعاون على الإثم والعدوان من أجل كسب المال وتأجير الشقق هكذا عشوائيا لمن أراد أن يفسد لمن أراد أن يحصي الله عز وجل هذا أمر خطير جدا إذا ما اتقنا الله عز وجميعا فيخشى علينا أن يخصف الله بالجميع نعم هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قالت إحدى أزواجه أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث لابد أن نتعاون على البر والتقوى أن ننكرها المنكر لا نسكت كل بحسبه فلنتق الله عز وجل ولا نشوه سمعتنا ولا سمعت أولادنا ولا سمعت بناتنا ولا نجعل هذه البلاد مرتعا لمن أراد أن يفد إليها ليرتكب محرم الله عز وجل هذا أمر